أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات البودكاست قراءة النهاردة عن العقل البطن للشخص اللي في بالك هو شايفك ازاي يرأيه فيك يحساسه بيك ويا رسالة اللي حابب يقول هالك دلوقتي الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع في القراءة اذا كنت جديد في القناة من فضلك اشترك فعل جرس تنبيهات علشان يوصلك كل جديد اللايك والاشتراك بيساعدنا نحن نستمر في محتوى البودكاست على القناة لو انتو حابين احنا نستمر فيه هشوف الطاقة بتاعتكم في الوقت الحالي عشان تعرفو ازا كان الفيديو ده مناسب لكم هو انت من جواك حزين بس حزين عشان بتحاول يعني زي حد مسلا خرج من فراء او من انفصال وبسبب انه خرج من طاقة الفراء او الانفصال دي او زي سبت حد او كده بسبب الطاقة دي انت حاسس ان انت من جواك موجوع بس اللي بيخليك تكمل ممكن يكون حلم او هدف او رغبة انتو عايزين توصلوا لها وهي دي اللي متديه لكم القوة او متديه لكم الدافع في الحياة انك هو تكمله او انك ما تضعفش او ما تزعلش برضو في الطاقة دي ممكن تكونوا بتحاولوا تسمحوا نفسكوا على الشيء في الماضي ممكن قرار غلط اخدتو ممكن علاقة كنتو فيها ممكن ان انت اديت مشاعر كتيرة قوي او استثمرت مشاعر كتيرة بس ما كانتش مع الشخص المناسب فهي هنا زي ان انت بتحاول تسامح نفسك بتحاول ان انت تقول انا اوكي يعني انا تمام خلينا نشوف شخص الانتو وحطيته نيتكم عليه العلاقة دي هو انت الطريقة اللي ممكن تكون بتتواصل بيها مع الشخص ده من خلال الاحلام او من خلال قراءة التارت يعني ممكن تكون تسمع قراءة التارت هي اللي بتخليك تشعر انك متصل بقوة قوي معاه او بتقدر من خلال قراءة معينين مثلا او حاجة انك تحس قوي بطاقة الشخص ده طيب في الطاقة بتاعته مش في احسن حال هنا هو ممكن يكون متعرض لازا او طاقات سلبية او زي حد ما اتاخد في علام تاني او في حدة تانية او جسده في مكان والروح في مكان تاني او ان الشخص ده مرهق جسديا اوي او تعبين اوي ممكن الحد فيكو يكون بتتعامل مع شخص مأزي بطاقة سحر او حاجة لا قدر الله الاحتمالية دي موجودة برضو بس هو هنا لو مأزي في علاقة هو معمول له ربط يعني انه يكون مع شخص معين او وقف حال يعني لو انت الشخص ده حاسس ان حاله واقف برغم ان مع الكارد ده اعتقد انه اموره المادية كويسة او ممكن شخص يكون بيشتغل بيروح شغله بس ممكن يكون ام في علاقة زواج مثلا او كده ومضطر ان هو يفضل في العلاقة دي او حابب يفضل فيها لانه مفكر ان هو حابب يفضل فيها لكن ما عرفش ان هو شارب حاجة عشان يفضل فيها او معمول له حاجة علشان يفضل في العلاقة دي فكأنه هنا طاقة شخص مغيب شوية الله وعلا وعلا بس مثلا لنفترض ان هذا الشخص متزوج بس كأنه مثلا زوجته بتشربه حاجة عشان يفضل يحبها او يفضل متمسك بيها او يفضل عاوزها هي او مش شايف الدنيا غيرها فده احتمال احتمال التاني هو فقط ممكن يكون تعبين قوي جسديا عنده مشاكل او حاجة او محبط في حالة عزلة مش عاوز يشوف حد مش عاوز يكلمه حد او حتى وان كان روحه بتتواصل معك لكن هو جايز ما بيقدرش يرد عليك او مش جاهز او انا جايلي الاحساس شوية انه الطاقة رايحة فان الشخص ده محدود في وضع غصبا عنه سواء الوضع ده فعلا تحت تأثير طاقة سلبية او مرض لقدر الله يعني اللي اتنين اصاب من بعد فخلينا نشوفه من عقله الباطن شايفك ازاي سانا حسن فيه سؤالتاني هسأله يعني هشوف ورده من عقله الباطن بصفة عيمة هو شايفك ازاي وهل هو مدرك للطريقة اللي هو شايفك بها فيه جزء من الشخص ده قادر يشوفك اوكي يعني من عقله الباطن اه هو زي بيلاقي حالة من السعادة او حالة من بصه اقول لكو كأنه مثلا شخص فقد زكرة بس اللي سابق او الاخر اللي هو وعي عنده فاكر زكريت معك او فاكر مشاعر او فاكر احساس معك ممكن يكون ناسي ملامحك لكن حاسس بالمشاعر او التجربة اللي مراها بيق معيك ممكن دي تكون طاقة علاقة حي سابقة او الموضوع فيه معقد قوي اه من عقله الباطن الشخص ده بيبقى مندفع اكتر مثلا عاوز يكلمك عاوز يسمع صوتك عاوز يسألك عن حاجة عاوز يجيب لك هدية عاوز يبقى فيه تواصل بينك وبينه مستمر وموجود على طول فلما انا حسيت بس ان هو ممكن يكون مغيب نوعا ما اه فقلت اسأل هل هو على وعي ان هو شايفك بطريقة حلوة او بطريقة ان انت الله انت حلو قوي انت جميل قوي انت حاجة حلوة في حياة الشخص ده فالاجابة نعم هي ربما نعم ان الشخص ده فعلا مدرك مدرك وجودك او حاسس بوجودك او عارف بوجودك لكن هناك حاجز ما بينكو اصلا يعني فيه استارة بينك وبين الشخص ده انت ممكن تكون حطيته انه على كراش يعني ممكن دي تكون طاقة كراش ممكن بس لو لا ده مش كراش وده حد انت هو كنتو يعني فيه مشاعر فيه حاجة حصلت بينكو او تطور في العلاقة بشكل او باخر وبعدين لسبب غير معروف مثلا شخص ده دلوقتي مش معاك او ما بقاش قادر يوصلك او ما بقيتش انت تعرف تتكلمه زي الاول فهنا فيه حاجز بينك وبين الشخص ده والحاجز ده هو مش حاجز نفسي هو حاجز بيتم اشتغاله على الجزء الروحاني شوية يعني يعني كأن الشخص حاسس بحاجة بس في نفس الوقت فيه حاجة مخليه مش قادر يصدق الحاسسه ده حقيقي ولا لا يعني محطوط عليه غشاء كده ولو محطوط عليه غشاء فعلا فهيبقى هنا دي الطاقة لا قدر الله ازا سحر لانه هو فيه حتى جواه مش فيه برضو فيه حتى جواه سليمة فيه حتى جواه لم تتعرض للأزا فالحتة اللي مش متعرضة للأزا دي قادر تشوف النور لكن غصبا عنه هو فرد عليه الظلام او غصبا عنه هو لازم يكون في الظلام فكأنه من النور اللي جواه بيقدر يشوف النور اللي جواك لكن ما يقدرش يتحرك لانه مجبر يبقى في الظلام او مجبر يبقى في مكان معين وممكن كمان لو الشخص ده بيتعامل معاك باسلوب غريب بيتعامل معاك بطريقة وحشة قوي بعد ما كان بيتعامل معاك بطريقة حلوة جدا بعد ما كان كل يوم بيقول لك أحلى كلام حب بقى بيقول لك مش طايقك مش عاوزك مش عاوز عرفك تاني حاجة زي كده يعني زي انقلبت الحيل قوي بينك اللي هو كان بيحبيني جدا دلوقتي مش طايقني فلو ده حصل فممكن الشخص ده يكون فعلا لازم يعملك بالطريقة دي او مجبر انه يعملك بالطريقة دي ولكن في كلة الحالات هو في حتى منه عارفة انه هو ممكن يكون بيتعامل معاك بالقصوى او بيتعامل معاك بالعون في شوية ايه احساس الشخص ده تجيهك على مستوى لواعي لها بيتعامل معا ك الأس strike الصع هوا المترجم للقناة 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 أحساسه بيك بيخاف مش عارف يحس بيك مش عارف يحس بيك مش عارف كأنه حد حاسس أن الأفكار بتاعته مكشوفة فلو فكر في حاجة هناك من قدر على رؤية الحاجة دي يعني لو مجرد أن تحرك قلبه ليك ممكن حد يشوف أن قلبه تحرك يعني كأن حد قدر يقرأ لجوه وهو مش حابب أن الحد ده يقرأ لجوه بس في حتى كده جوه الشخص ده زي بيجي لها الشعور بالفرح أو بالسعادة لما بيشوفك يعني كأن حتى جواب كأن حد مثلا رائد نايم تعبين مش قادر بس لما بيشوفك وشه بينور أو بتحس أن أنت شفت السعادة على الشخص ده أو أنه بيتطمن يعني في حتى كده جوه الشخص ده قوي متصلة معاك بعمق جدا بتديره الشعور بالإطمئنان لأقصى درجة حتى وإن كان في مليون شخص بيحذره منك أنت حتى لو كان كل الظروف بتحذره منك أو ضدك أو كده بس هو في حتى جواه متطمنة ليك أوي ممكن في حياة سابقة كنت أنتوا لتنين من نفس العيلة أو كان في علاقة الأب والأم أو حاجة زي كده أي يعني حتى فيه قبل التاني أم للتاني أبناء أو كده أو أن الشخص ده موفقا لطبيعة أو شكل العلاقة بينك وبينه أو حتى عن الأسباب اللاوعية بما أن أنا أبناء الكلام في التوبك ده فممكن يكون أنت فيك حاجة بتخلي الشخص ده يحس بالأمان ممكن صوتك ملامحك أحساسه بيك شكلك طريقة كلامك حاجة زي كده أحساس الشخص ده بيك زي لمه جرد لو أنت جيت على باله بيتعب قوي أو لو فكر فيك بيدخل في حالة لو أنا عايزة زعق أنا عايزة تعصب أنا متضايق أنا جاي لصدوع أنا مش عايز أفكر فيك فيروح يملأي حاجة تانية علشان ما يدخلش في حالة التعب دي فكأنه على مستوى لواعي فيه ارتباط شرطي بيك أنت وبين الألم أو بيك أنت وبين التعب فالأحصل لي أنه ما يفكرش فيك أو الأحصل لي أنه ما يحاولش يحس بيك أو أن أحساسه بيك ما يتحركش فما بحسناش أو أنا ما دخلتش أن أنا أعرف إيه سبب الشعور بالألم ناحيتك فإما أن أنت مربوط بألم بالناس باله أو أن أنت تذكره بشيء قليم برضو أوكي يعني أنت ملامحك وجودك ظهور طقتك المادية أن أنت فعلا أنت بقى قدام وجهة لوجه ده اطمئنين أوكي لكن التفكير أو الأحساس بيك ألم وهناك فرق يعني لو أنت جيت على باله يتألم لكن لو أنت كنت قدام وجهة لوجه يتطمن قوي ويحس أنه مش خايف من أي حاجة ومتطمن لأقصى درجة كمان في أحساس الشخص ده اللي هو يعي بيك أن أنت شخص طيب وأن أنت شخص مهتم بالدين وأن أنت شخص بتراعي ربنا وأن أنت مستحيل تأذيه ومستحيل تفكر في يوم من الأيام أنك تعمله حاجة مش كويسة أو لو قدر الله تعمله عمل أو كده لأنه ممكن الشخص ده تعرض في حياة والأعمال أو زي ما ظهر هنا هناك من يحاول يعمله ربط أو بالفعل هو مربوط ولكن أحساسه بيك أنت أن أنت مش هتأذيه مش هتتعمل معي بالطريقة الوحشة دي أو مش هتتعمل معي اللي هو أنت لازم تكون معي ولو ما بقتش معي بالزوق أنا هروح أعمل لك عمل عشان تكون معي بالعافية بيحس أن أنت روح روح خفيفة الظل في الحياة دي أو بيحس أن أنت طفل شوية طفولي أو أو عندك براءة الأطفال ممكن الشخص ده يكون بيخاف عليكم الأذى بيخاف عليك تتأذي لأن أنت ممكن برضو في الطاقة دي يكون الشخص ده محدد بأنه أربو ليك يأذي ويأذيك أو يأذيك أنت قبل هو والرسالة دي مش للكل الرسالة دي لناس أنت بقت عليهم الطاقة لما قلت لكم أنه على الأكتر أنتو بتتعاملوا مع مع شخص الطرف الثالث مش إنسان أنا مش عارفة هل المتابعين على القناة هنا وعيين أو مستوعبين للقراءة دي أو للطاقة دي لأن القناة الأساسية إحنا عادي المواضيع زي كده بتظهر لنا فأعتقد المتابعيني خلص أخدوا أنه ممكن القراءة شوية تبقى أحيانا غريبة فأنا مش عارفة في منكم ناس بالفعل متابعيني على القناة الأساسية اللي هي ميمي طاروت بالعربي وبالإنجلش وفي منكم ناس لا أتعرفش أصلا أنا عندي قناة تانية فأتمنى في التعليقات لو أنتم مستوعبينها أوكي لكن لو مش مستوعبها فخلص مش لازم خلينا نشوف رسالة لك يا طرع حابب يقول لك إيه دلوقتي رسالة لك من عقل البطن أم الشخص ده بيبعث لك رسائل من عقل البطن بيحاول يتواصل معك على فكرة من خلال الروح وليس من خلال التواصل الحقيقي لأنه ما يقدرش أو لا يجرؤ سعيد بيحاول انه يتواصل معك من خلال الروح او من خلال الافكار بيقولك انه مضطر يتجاهلك او مضطر يتعامل معك نوام يديلك ظهره ولكن في نفس الوقت اللي بيقولك امشي كأنه بيبعث لك رسالة خليك معايا او ما تمشيش يعني كأنه بيقولك انا لما بقولك امشي انا لازم اقولك امشي واقولها لك بصوت عالي بس لو بصيت لي هتعرف ان انا بقولك خليك معايا واقعت امشي واقعت سيبني لكن مضطر ان انا اقولها لك بالثاني فكأن الشخص ده زي الهو ارجوك ابعد عني سيبني بس من جواه عشان خطر يخليك معايا واقعت ابعد عني ولا تسيبني وكأنه بيبعث لك رسالتين دول اللي هو طب هو بيقولي ابعد اذا كان عايزني اخليني ليه بيقولي كده عشان هو لازم يقولك كده انه ما عندوش الاختيار انه يقول غير كده هو لازم يقولك كده وقد يكون ما عندوش الاختيار لانه فعلا مضطر هو لازم يعمل كده او حتى لو عندو يعني مبرجحش فكرة انه يوجد شخص سلديه اختيار ولكن هو عندو اختيار لكن الاختيار ده خسارة كبيرة فالافضل ان لا يختار او ان الاختيار بتاعه يكون هو الطريقة المؤلمة اللي اتعامل بيها معك رسالته ليك بيقولك ان انت اللي معاك الدواء او ان انت اللي معاك العلاج او انت اللي معاك الطريقة اللي هيقيه من السم اللي دخل جويه او الطاقة الوحشة اللي جويه يعني كأنه بيقولك انا كأن حد لقدر الله اخد سم لكن اللي يقدر يصنع مضاد للسم ده هو انت او حد لو زي ما انا حسيت في الطاقة دي اما شرب حاجة اما انه لأ هو متاخد في العالم التاني فكأنك انت بطريقة ما تستطيع انك تدي له ميته شفيه مثلا او 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 تصنع له دواء او تبعت له طاقة شفائية بس مش هتبعت طاقة شفائية كده انت الطاقة الشفائية عندك لو انت شخص اصلا شغال في المجال فمعنانا هتقى شفائية ممزوجة بشيء يستطيع الشخص ده انه يدخل داخل جسده يعني حاجة هيكلها حاجة هيشربها او ان انت مسلا هتجيب له مية تشفيه او هتوديه مكان روحاني جدا جدا يساعد على الاستشفاء بعض الاماكن في السعودية ماء زمزم مثلا يعني فكأنه رسالته ليك اللي هو انت انت تستطيع انك تعطيني الطريق او الشفاء وفي نفس الوقت كأنه رسالة الحد فيكو هو بيقولك ان هو زمان هو اللي ادي لك العلاج او الدواء وان دلوقتي انت لدورك انك تصنع له العلاج او الدواء والرسالة دي مش ما يقصدش زمان في الحياة دي يقصد زمان في عصر تاني او في عهد تاني لانه ممكن يكون بينك وبينه كانت في عصر امبراطوري او ملكي او في عصر بداية صناعة الادوية او العلاجات او الاهتمام بمسلا طب العشاب او استحضار دواء وعلاج من خلال الطعام منكم اشخاص منجذبين اويل الحضرات او للثقافات الاسيوية والافريقية بشكل عالي جدا وقت البودكاست خلص لكن اعتقد ان الكلام في الطاقة بتاعتكم لا هي خلص وهي ظهر فيها طقتين اغرب من بعض بس نتركها يعني عند هيدا الجزء وعند هيدا الحد واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديوهات تانية اذا حابين احنا نستمر بالسلسلة مش اوصيكوا لايك وشير ده ليس عدني ان انا استمر في نشر الفيديوهات البودكاست اكتر او ان انا اسجلها من وقتل التاني سواء زي ما قلتلكوا قبل كده مرة في الاسبوع او مرتين او مرة في الشهر يعني حسب التفاعل هتكون وشكرا ليكم وشكرا الاشخاص المنتسبة في القناة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة